تحتضن ناحية العباس مؤتمرا شعبيا وتعريفيا بمرشيه حركة قادمون للتغيير هذه الحركة التي أخذت على عاتقها فكر الشباب مستنبطة أفكارها من ساحات التظاهر مؤكدة على ضرورة إيصال أصواتهم لتصنع التغيير إنه مشروع قادمون هو المشروع الوحيد الآن على الساحة السياسية تبنى هذا الخطاب قولا وفعلا من الساعات الأولى لذلك حقيقة نسعى بجهود حثيثة أن نعبر جميع هذه اللغات الطائفية ونعبر جميع اللغات القومية التي نعتبر أنها تشتيت للصوت الوطني والتشتيت للهوية الوطنية والهوية الوطنية نعتبرها هي ثروة العراق الكبيرة على الساحة العراقية للنساء الدور الكبير في حركة قادمون إذ تعبر المرأة عن أفكارها ومشروعها الانتخابي لتشارك الرجل في صنع القرار وبناء مستقبل أفضل للحراقة نحن كمستقلين في مشروع قادمون قررنا أن نكون مجموعة من النساء أكثر من سبعين امرأة عراقية من أقصى شمال العراق إلى أقصى جنوبي أن نرشح في هذه القائمة المستقلة التي ما موجود في داخلها أي شخص من عظم نواب سابق أو عظم محافظة سابقة فلذلك نتمنى أن تكون تفسح لنا المجال في المرحلة القادمة أن تكون لنا دور في بناء هذا الوطن وإلا التغيير للأفضل يبقى الحس الوطني قائما مع وجود دماء جديدة ووجوه شبابية واعدة تطمح أن تحتلي هرم السلطة من أجل تصحيح المسار السياسي وإبعاد الفساد والفاسدين سعدون سلطان قناة التغيير كاركوك ترجمة نانسي قنقر